مرهجة سريعة للتدريب الأول والثاني طبعاً أول ما نفتح البرنامج نختار الخيار الأول ونستنى عليه إلي نشتغل معانا طبعاً بداية ننشئ مشروع جديد من New Project ويفضل دائماً نحفظه في مجلد نتأكد أنه الخيار Windows Form Application من Browse طبعاً نسأل المعلمة إذا كانت تريد حفظ المشروع في سطح المكتب أو في الدي إذا كان في الدي مثلاً ننشئ مجلد جديد باسمنا نتأكد أن اسمنا أصبح موجود هنا اسم المجلد ثم OK نكبر مساحة العمل عندنا طبعاً أكثر ما يهمنا في العمل اللي هو Toolbox نحاول نسحبها إلى Jump والExplorer اللي ورينا مكان الفورم أو عدد الفورمز الموجودة في البروجيكت والProperities هذه الخصائص اللي نتعامل معها كل أداة من هذه الأدوات لها خاصية تتعامل معها في الProperities بداية كيف نغير كلمة فورم وان؟ طبعاً نتأكد أنه نضغط ضغطه على فورم وان للتنشيط ثم من تكست نضغط على Enter من الخاصية Right to Left نختار Yes بسم الله الرحمن الرحيم نكتبها بالLabel طبعاً لابد نحدد إذا كنا نستخدم الLabel أم تكست بوكس تكست بوكس عندما أريد من المستخدم أن يدخل قيمة ولكن الLabel عندما أريد عرض معلومة ثابتة في البرنامج ما يحتاج فيها أي إدخال التغيير أيضاً من تكست ثم أداة Group Box وأيضاً نغيرها من تكست ثم أداة Radio Button لابد من التفريق بين استخدام Radio Button و Checkbox Checkbox عندما نريد المستخدم أن يختار أكثر من خيار يعني خيار واحد أو أكثر لكن الRadio Button نجبر المستخدم أن يختار خيار واحد فقط أيضاً نغير من تكست نبدأ في تغيير النص من الخاصية Font هذه الخاصية Font نتغيير لون النص فور كالر لاحظة بالنسبة لجروب بوكس أي تغيير أو تعديل يتغير كل الأدوات اللي بداخل الجروب بوكس تغيير الخلفية نضغط نضغط ضغط على الخلفية اللونية من Backcolor أما الخلفية الصورة أما الخلفية الصورة نضغط على background image import نبحث عن الصور الموجودة في الجهاز عند إضافة فورم آخر للمشروع Add Windows Forms Add وبنفس الطريقة نتعامل مع هذه الفورم الجديدة هنا نستخدم TextBox لأننا نريد من مستخدم إدخال رقمين نختار أداة CheckBox لأننا ممكن ندع الموضوع برغبة المستخدم إذا أراد اختيار كل العمليات أم عملية هناك طريقة سهلة لنسخ الأدوات ترجمة نانسي قنقر طبعاً لا ننسى زر نكتب عليه حساب من Button يمكن تغيير Form 1 أو الواجهة الأولى من تضغط عليه بزر الموضوع اليمين ثم Rename ولكن نراعي عدم مسح .vp ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة